بعد نهاية مبارتهم أمام هولندا بتصريحات تعبر عن فرحتهم الكبيرة للوصول إلى النهائي لأول مرة منذ 24 عاما وقال المدرب سابيلا أنه سايد للغاية لا سيما أن اللقاء كان صعبا ومغلقا وأضف أنه سايد بمردود لاعبه وبخصص مباراة ألمانيا قال أنها ستكون صعبة وسيعطي فيها لاعبه كل شيء للتتويج باللقب الثالث في تاريخ الطونغو ومن جهته فإن لفيتزي قال أن منتخب بلاده كان يستحق الفوز مشيرا إلى ضرورة الاحتفال بهذا التأهل ومؤكدا على اللاعب بكل إمكانياتهم للفوز أمام الألمان أما رجل اللقاء الحارس روميرو فقال أن صده كورا تفالار منحته الشجاعة والثقة وقال أنه سعيد لأن منتخب بلاده وصل أخيرا إلى النهائي أما بالنسبة للاعب المنتخب الهولندي فقد عبروا عن خيبتهم الكبيرة للخسارة وكان ربا من بينهم إذ قال أنه من الصعب تجرع الهزيمة لتصريح أدل به لموقع الفيفا خاصة أن المنتخب البرتقالي كان قريبا من الوصول إلى المباراة النهائية أما بالنسبة لدير كويت فقد عبر عن خيبة أمله بسبب تضييع عادة من الفرص للتسجيل من طرف المنتخب الهولندي لكنه في الوقت ذاته عبر عن فخره بأداء اللاعبين وقال أن مردود المنتخب البرتقالي في هذا المونديال يبعث على الفخر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة